انت مثلا فيك مميزات مثلا بتسمعو بتحبو تيتم دي وا 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 ولكن هو جاء عند مثلا ان انت مسعلا ان يفترض بتحب تبسي بناطيل هو ميحبش بناطيل ام سابل علاقه ومشي قالك ده عنيدة اهو كده بقى شخص معاكم بيات كتير قوي ومشي وعلى فكرة انت كنت تعبان قوي 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 عشان كده بدأت الحاجة جديدة اهو وتعبت قوي عشان تخرج من اللي حصل ده او ممكن تكون قفلت على نفسك فترة طويلة وانعزلت عشان تبقى كده عشان تبقى حاجة جديدة تبقى كده فانت شايف ان هو شخص اه مبيعجبوش حاجة ومشي من العلاقه مع ان فيها حاجات مميزات كتير جدا ومع ذلك مبصش لاي حاجة مبصش للحب مبصش للتنميل مبصش لان انا مناسبة لي ومشي وسبب العلاقه والان هو الايه هو ايه دلوقتي اه اه قاعدين جنب الحيطة ونسمع الزيادة انت يا برج السرطان ده قاعدت جنب الحيطة حرفيا وسمعت الزيادة عشان هو دلوقتي شعر بانه ضيع فرصة كبيرة قوي منيه طيب اه هو شايف العلاقه اه سوري الخطوه اللي عايز يخدها ايه بقى الخطوه اللي عايز يخدها ان هو اه اعتقد ان هو يبرج السرطان اه عايز اه اما يرجع العلاقه مرة تانية ممكن يقول كده او ان هو بقى يبص القدام لان هو تعبان على فكرة وعمال يتقلم من اللي حصل ده فتقريبا عايز بقى يبص القدام تقريبا لما شفك ان انت نسيته وان انت بدأت تعلن حياة جديدة من غيره وقفلت على الماضي كله ككل فقال خلاص بقى هو شكله كده اه مشي واسبني فانا شكلي فانا مشي بقى اخد نفسي وامشي لان كده انا اتهزق تقوي بمفك خالي مش هفكر تاني ان انا ارجع او اعمل اي حاجة ممكن يكون تفكيره كده وده اللي انا لأ بص يا برج السرطان اه هو بيفكر يجي مرة تانية ويقدم عرضه ويقدم عرض ويوازن اه في الاخذ والعطمة بالك زي ما قلتلك انتو الاتنين في حاجة في حاجة حصلت وهو مشي وعايز يجي مرة تانية وباقصى سرعة زي ما قلتها هو شايفك انت بدأت صفحة جديدة مبسوط قوي بنفسك وشايفك شايفك ان انت يعني بقيت حاجة كبيرة قوي معرفش انك تكون بدأت بحاجة جديدة او سمع ان انت هتبدأ حاجة جديدة اجيلك منها مقبود كتير او فلوس ممكن تكون اه توظفت ممكن تكون اترقيت في الشغل ممكن الله هو اعلم فعايز يجي ويقدم عرض تانية عايز يجي ويقدم عرض تانية بعد ما انت قفلت الساكت كلها وهو خايف على فترة وواقف بيتركب ومش عارف بقى يروح ولا يرجع هو بص باصس او ومقرر يجي على فترة مقرر مقرر بقى امشي امشي لقدام ولا اا اروح فهو بس هو مقرر من جوة ذات نفسه كده ان هو يعني ايه يجي يجي لك مرتاك لانه مجروح قوي 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 وشعر بان الانتهزم في العلاقة دي طيب هو شايف العلاقة دي ايه شايف انها علاقة اا اا ممكن تبقى زواج ممكن ان علاقة دي تبقى زواج بان دا بردو كرت المقزون او ممكن يكون شايف ان العلاقة دي علاقة محتاجة حكمة ومحتاجة تصالح ومحتاجة نحن نسمع وعد تاني بان دا شخص حكيم وبيسمع الناس اللي بيكلموه او محتاجة لكم محتاجة تصالح العلاقة دي محتاجة نسمع بعض ونفتح مع بعض صفحة قديدة ومحتاجة حكمة محتاجة نفهم بعض احنا ما كناش فاهمين بعض ممكن يكون فعلا ما كنتش فاهمين بعض انه مش يساب كل حاجة في العلاقة يعني دا غبي دا شخص غبي ساب كل حاجة وعشان كوبايا ام ماشي فانت يعني انت عايز ايه انت وافد كل حاجة او انت هتاخدني كاملة يعني ازاي يعني فهو شايف ان العلاقة دي كان فيها جروح جمد اوي 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 وكان فيها طعنات في الظهر كان فيها افكار وحشة ولوم على طب بتلوموا على بعض انت اللي عملت انت اللي عملت انت اللي عملت وفيها جرح لانه هو مجروح وكمان على فكرة وفيها شد وجاس بجمد اوي فشايف ان احنا ممكن نرجع العلاقة دي تاني وممكن فيها امل اقدم العرض تاني ادي تاني مرة يقدم عرض تاني مرة شاكله عايز اقدم عرض الجاد ويرجع بس عايزين يشوفها بقى بس في الاخر هقولك نيته ايه مثلا انت شايف ان هي فعلا محتاجة حكمة انت كمان شايف نفسها على فكرة حاجة محتاجة حكمة ومحتاجة تفكير ومحتاجة نسمع لبعض ومحتاجة ان احنا نتشاور مع بعض ويبقى فيه ما بيننا عدالة فيه ازم العلاقة دي بتاع عدالة عشان كده هو عايز يرجع يعمل توازن في العلاقة دي علاقة دي هتش فيها توازن فيه حد كان بيبدل التاني اكتر في حد كان بيضحي اكتر من التاني فهو شايف ان العلاقة فعلا محتاجها توازن وانت كمان شايف انها محتاج عدالة وانت محتاج العدالة في العلاقة دي لانه ثابت وقلمت وانت محتاج تكتشافها من العلاقة دي النصيحة ليك كده قبل ما نشوفين ان هي بتاعك اعتقد والله اعلم يا برج السرطان انه هيرجع تاني يتكلم معاك بس هيبقى فيه خنقة فيك زي ما قلت لك اذا فيه خنقة هتضربه ببعض وكل واحد بقى هيتخانق مع التاني والمساحة بتقولك اهدى شوية واستقل وفكر بمشاعرك شوية يا برج السرطان لان انت لما قفلت الدايرة ومودت معاك المشاعر القديمة فالمساحة بتقولك افكر بمشاعرك شوية مش بعالك ما تحكمش عالك انت لو حكمت عليك هتبقى كده هتتخانق معاك لجع تاني مشاعرك تاني يا برج السرطان انا عارفة يا برج السرطان مشكلته انه لما بيقفل على المشاعر بيقفل عليها بجد مش هزور طب نشوف كده يعني انا شايف ان انت بدأت حاجة جديدة او شايف ان هو حاسة ان انت عملت حاجة شهرتك مثلا بقيت مشهور نوعا ما بقيت محبوب قوي طب نشوف نيته ايه لو هو عايز يرجع نيته خير ولا نيته مثلا ينتقل مثلا ورقت ايه لا اه لا ده نيته خير يا برج السرطان ده انت لو بغيت تعمل مع حد برج الجوزاء برضو ممكن يكون طالع شمس القمري اه اه نيته يستقر معاك هو زي ما قلتلك اكتشف بعد الفراء بانه طلع ميم مغفل كده لما يجي يكلمك قوله انت ميم مغفل طلع مغفل وصاب كل يعني بعد ما مش اكتشف ان كل كوبات دي كانت حلوة وانه هو ساب العلاقه عشان حاجة واحدة بس فطلع مغفل ميم مغفل طبعا وحق حمار كل ده احنا اخذنا في المدرسة فهو عايز يستقر معاك وبيحبك قوي هو بيحبك على فترة بس هو غبي فيه ناس غبية ايوه انا دايما اقول لكم يا جماعة اوعد يعني دايما افتكري ان شخص اللي معكم يطلع غبي تفتيره غبي انت قدمت له عاجات حلوة قوي انت شخص جميل قوي بوك السرطان وشكرة ضحيت جميد قوي عشان قوي وعلى فكرة هو فعلا وممكن يكون عايز يتجاوز لك على فكرة ده المأزوكم بترت المأزوين عايز يقدم عرض وعايزينه اللي فاد ده كله وانت عايز عدالة لو سمحت انا عايز عدالة انت عايز عدالة عشان كده النصيحة بتقولك انت قفلت على مشاعرك قوي بطريقة مش حلوة اوه اقفل على الماضي اقفل على الماضي ولكن رجع المشاعر تاني يا برد السرطان لان شخص ده بيحبك لو سمحت ما تتخنقش معا رجع مشاعرك تاني وخليك معا بقى وبلاش ده كوي وبلاش الملامة طيب هو كوي سنان تات على خير نشوف بقى المفصلين وقلنا الطاقات بتبقى اا متغيرة يعني ده حاجة وده حاجة او انت بقى زي ما كنا المفصلين هم برد السرطان ما شعروا ايه غنيوي علي ده مشاعره حاليا هو محتار ومش عارف يستقر خالص في المشاعر وحسس ان في حيرة شديدة قوي 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 بس ناوي ياخد قرار هم ناوي دلاتي قوي زي ما قلتلك هو حاسس بغموض قوي وانعزل فترة طويلة عشان يفكر وشعر بان ممكن يبقى فيه بداية جديدة عشان كده هو عايز يجي يعمل بداية جديدة ناوي على ايه ناوي ياخد قرار يشيل بقى الغموم دي كلها دي اللي بيبس ده غموط شخص محتار هو محتار على فترة محتار او يرجع من جعش ممكن يكون مش متأكد انت عايزه ولا لا ممكن يكون شاعب ان انت مبقيتش محتاجه ممكن برضو والله اعلم فهو عايز ياخد قرار بانه يشيل بقى الغمامة دي كلها ولكن هو نفسك ردائج جديدة اه ده مجروح منه ده نفس ليك ليه بقى نفس الكورت الامنسس مش كده هو مجروح ما بينامشي من التفكير وعايز يرجع التوازن التاني خلي بالك هو مش متأكد من مشاعرك خالص. وشاعر بان انت انسيته. عشان كده هو متردد في مشاعره. عمال يقول ارجع ولا مرجعش. ارجع ولا مرجعش. ارجع ولا مرجعش. ولكن هو هيتخذ قرار. بس خلي بالك انه هو لما ييجي. مش هيبقى لك المشاعر دي. لانه مدمد مشاعره حاليا. هيبقى داخل عليك داخلة ازيك. وانت عامل اي دلوقتي. انا داما بسميها الداخلة دي. ليه بقى بسميها الداخلة دي كبه? عشان بيبقى هو الان قصق. هو شخص قلوق قوي. وشكله كده ما بيحبش حد يكسفه. فهيقولك ازيك عامل ايه? لو لقك مثلا بتعمل سين ما بتردش او ما ردتش اصلا عن موبايل في المكالمة لو تصل بيك مش هيتصل بيك تاني. ولكن هو نفسه يرجع ويعمل طائز. فهيدخل بس نجمد مشاعره او عامل وش الخشب ده. عامل الوش ده عشان بس ايه? يداري الخيبة اللي هو فيه. حرفيا خيبة يعني. يعني الراجل اللي بيطقى محتار يرجع ده انا بحس انها خيبة. بخليك قلبك ج خش كده بقلبك جامد وخلاص. رفضتك رفضتك. خلاص مش مش كده. او عمول رفضناك يعني. طيب العزات بقى من برد السرطان وديتها قتلتة خالص. عشان الناس بس كده. والعزات ده اللي هما ناس آآ قطعت العلاقة تامانا ممتكدين انه ما فيش رجوع. وممكن يبقى فيه رجوع برضو. او آآ عزات بقى بقى لهم كتير قوي مرتب قطوش يعيني. من اخر علاقة كانت سنة 88 في عز الحرب. برد السرطانة اصلا نادلة لما بيخش في علاقات. اصلا يعني. الرجالة بتتحديد منهم. السفات لا. السفات اه بتخش ولكن آآ. ايدي بقى لقى. حد داخل في طريقنا. لقى. ومشاعره ايه. ونوي على ايه. شكل كده حد قديم ولا ايه ربنا يستش. ممكن يكون حد قديم خالص بقى خالص. يا الهي. يا الهي. اعتقد انه في حد داخل برج هوائي. شمس كامل طالع. ومشخص جاد قوي. قوي يعني. وبيحكم العقل على القلب دايما. والمشاعر بيبقى لكنها على جنب. ولما بيخش في علاقة حب بيبان في الاول بانه بارد. ومعندوش قلب اصل. خاص. وتبقى بتقول ده جاي يتسلى لابتر ولا قلب. ام. انا بقولك مش بقولك بنت بتقول عليه جاي يتسلى. كلام بيتيعي بيتطبقى في الورقة. اا اول ما بيدخل بتقول ده جاي يتسلى. جاي هزر. جاي يتحق. ولكن هو ما بيبقاش كده. ولو هو شخص قديم فهو هيرجع. ولكن هيحصل الاول مشادة كلامية ما بينكم. بسبب في فراء حصل ما بينكم تلت بين. وهو عايز يرجع العلاقة دي مرة تانية قليلا. وممكن يكون الشخص ده كان قديم وانتو اكتشفتوا طرف تلت في العلاقة. فمشيتوا واتخانيتوا معا ومشيتوا. ولكن هو هيرجع مرة تانية. عشان بيحبكوا او اختاركوا انتو. او اختاركوا انتو بالمعنى الاصح لبرج السرطان. واختاركوا انتو وعايزكوا انتو. بعد ما انتو مشيتوا اكتشف ان الحياة من غيركوا صعبة اوي. واكتشف ان الطرف التالت ده كان بيتسلى او هو كان بيتسلى بحد اصلا. وانتو مشيتوا. وهو راجع يعني اكتشف ده. بس خلي بالك بيحكم عالو اوي. 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 بيفكر عالو اوي. طيب اا نشوف برضو. مشاعره ايه طبعا زي ما قلتلك هو راجع. وراجع لكم انتو. لان هو شايفكوا السلميت بتاعه. وشايفت انتو القدر. انتو شخص قدر ليكم. وكانتو كان في علاقة تانية اصلا. وانتو مشيتوا بقى لما شفتو مبسوط في العلاقة تانية. وانتو خلاص كده هو. مش بقى خلاص. ونشوف حياة نحنة بب. برهي. انتو حتحق اقولوا الاستقرار بتاعكم. وعايز يعمل تغيير في حياتكم. اعتقد ان هو كان سنجل. ممكن يكون برضو كان سنجل او بقى سنجل بعد العلاقة اللي قبليكم. لو هو حد قديم وانتو ستتاشا علاقة تانية. وعايز يعمل تغيير في حياتكم. حياته سريع جدا. وعايز يحتفل. عايز يحتفل. اهو عايز بداية جديدة. فهو كان سنجل. لو شخص جديد خالص في حياتكم. فهو شخص كان. بصوا بقى لو شخص جديد ما تعرفوش خالص في حياتكم. اه شخص جديد قوي في حياتكم. فهو شخص كان بيلعب شوية. وبيعرف ناس كتير قوي 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 قوي. وبحب يتسلى بالعلاقات. ولما انتو حاسيت ان هو مش شخص مش جاد. اتخنيته معاه ومشيته. ولكن هو اكتشف في الاخر ان انتو بتحبوه. واكتشف كمان حبه لي. او الله كان بيتسلى. ثانية واحدة. فعايز يدي فرصة تانية للعلاقة دي. بس هيعمل تطور سريع جدا. عايز يعمل تطور. بقى اللي هو انا داخل مش هلعب. والله ما هتسلى. والله ما هتسلى. استنى علي اهد علي بس. اهد علي. انا مش هتسلى. انا داخل عشان اعمل تغيير. سريع جدا. انا عايز بداية جديدة. اعايز بداية جديدة معي. اه دي بقى ناوي على اين? ممكن يكون ناوي ياخد اه خطوة جديدة في العلاقة. شوف ادها. انا مروتش. اه ناوي ياخد خطوة جديدة في العلاقة. برج السرطان هو برج الجوزاء وبرج التوب برضو. اه زي ما قلت لكم. اه ناوي ياخد خطوة جديدة في العلاقة. ناوي ينتصر بقى ويعلن بقى لو ممكن يتجاوز. وينهي بقى اللي فاد ده. عايز ينهي. بصه اللي بتتعاوله مع برج عقرب برضو. وناوي ما هو ينتصر بقى. خلاص بقى كفية اوي كفية لعب بقى. كفية لعب. وتعالي نعلن بقى. والعلاقة دي كانت اه علاقة مجهولة الهوية. انا بسانيها كده. ليه بتبقى العلاقات اللي احنا مش عارفين اهو ده بيحبنا ولا لا. فهو لا. هيعلن حبه وهيبدأ في عالوكم لأنا بحبك والله. ومش بقى لعب الحب. بس لو حد اجد خالص بقى وانتوا فعلا ما تعرفوش فهو شخص حديب شوية. وكان في علاقات متعددة. وبعد كده بازت كل العلاقات اللي فاتت دي. ومشوا ساب كل العلاقات دي. ساب العلاقات دي كلها. وجاي لكم انتوا بقى. لو حد اجد خالص. انما لو حد قديم وانتوا سبتوا الغرض مسلا علاقة سلسية او كان بيتلاعب بهم. فهو راجع لكم ان شاء الله بإذن الله. يا رب اكوني الكرة. عجبتك بورجة سلطان واسفل لانها قطعت. وان شاء الله خير عليكم يا رب. ومتفسونيش في الاشتراك.